السلام عليكم ورحمة الله قال المتنبي وبضدها تتميز الأشياء وهكذا هو أسلوب القرآن الكريم يذكر الشيء وضده يمزج بين الوعد والوعيد بين الترغيب والترهيب فبعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى أكلت الربا ومآلهم ذكر المؤمنين وحالهم وأجرهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا إيمانا كاملا وصدقوا تصديقا تاما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل عمل الأعمال الصالحة والطيبة ويأتي على رأس تلك الأعمال الصالحة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك لأن الأعمال الصالحة إما أن تكون أعمال بدنية أو أعمال مالية ويأتي على رأس الأعمال البدنية إقامة الصلاة ويأتي على رأس الأعمال المالية إيتاء الزكاة فأقاموا الصلاة وأدوها كما أمر الله ورسوله وأقاموها تامة بحدودها وأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وأخرجوا زكاة أموالهم وأعطوها لمستحقيها بإخلاص وطيب نفس وهكذا المؤمنون يؤد حق العباد في أموالهم فلا يضطرهم إلى أكلة الربا فأولئك المؤمنون لهم أجرهم الكامل عند ربهم وخالقهم ورازقهم ومن كان أجره عند ربه فليطمئن أتدري لماذا؟ لأن ربه هو الكريم الغني الشكور العظيم ولا خوف عليهم في آخرتهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم فهم في فرح دائم وسرور مقيم جزاكم الله خيرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر